بعد معارك ضارية ضد تنظيم داعش استمرت لعدة أيام وصلت القوات الأمنية والحج الشعبي تقدمها باتجاه شمال قضاء بيجي وتمكنت من فرض سيطرتها على جبال مكهول بعد مقتل العشرات من التنظيم رغم مواجهة ظروف جوية قاسية المقاتلون أكدوا أن الرزل الليلي كشف عن محاولات داعش التسلل لاستعادة المواقع التي خسرها في جبال مكهول دون جدوى قوات الأمنية والحج الشعبي اللي وصلوا إلى جبل مكهول وسيطروا على هذا الجبل وقتلوا من الدواعش تقريبا صارنا 17 يوم احنا هنا وهذا شوفون اليوم شوية ما شاء الله الجو شوية صحة لكن أمطار علينا والضباب لكن سيطرنا على هذا الجبل وان شاء الله الحمد لله المصفة طبعا أخذناها بالكاميرا الصينية والآن هسا هاي الرباية متمركزة على هذا الجبل مكهول هاي قدامنا هنا كلا باعته لوعش وانا جايز تطلع بالليل بالكاميرا الحرارية جايشوفهم البارحة تسع نفرات سللوا علينا يريدوا يسعدون على الجبل يسيطرون مننا القوة الأمنية أوضحت الحرة وجود قرى تقع أسفل جبل مكهول ما زل التنظيم يسيطر عليها وهناك نية لانطلاق عمليات عسكرية لتحريرها هاي المنطقة جبال مكهول وبيها قصور صدام عسين سابقا وجوانا قرية المسحك اللي تقريبا مسيطر عليها من قبل الدواعش بس ان شاء الله ما يبقون ان شاء الله ما يبقون ان شاء الله بزود الأبطال وقواتنا وقواتنا أمنية ان شاء الله تتحرق معا قريب ان شاء الله سيطرة على سلسلة جبال مكهول الواقعة باتجاه شمال غرب منطقة الفتحة لها أهمية استراتيجية من حيث إدارة المعارك ضد تنظيم داعش برأي خبراء أمنيين كونها تمثل حاجز صد كبير ومركز انطلاق لعمليات عسكرية باتجاه الشرقات أهميتها مركبة من ثلاثة أشياء برأيه الأول أنها أشبه ما تكون بالرباية تمنع القناصين من أن يسيطر على هذه المنطقة خسارة داعش لكتيبتها الخاصة التي تتواجد هناك بسبب أن الآليات الثقيلة للقوات المسلحة لا تستطيع أن تصل إلى هذه المناطق إلا بمعاركة من عمليات خاصة أخرى مشابهة لهم والثالث أن هذه المنطقة هي لمخازنهم ومخابئهم وسجونهم وبالتالي هي منطقة ستراتيجية بالنسبة إليهم من جهة الجغرافيا هي حصينة ومن جهة أنها تطل على مفرق طرق باتجاه الشرقات باتجاه حوض حمرين وباتجاه جنوبا باتجاه بيجي وبفقدان تنظيم داعش السيطرة على سلسلة جبال مكهول خسر أهم معاقله الجغرافية في مناطق شمال صلاح الدين التي كانت تمثل أهم حواضنه المسلحة منذ سنوات زياد نهاد الحرة خسر أهم الحرة